كان وزير تنمية المحلية محمود شعراوي قد شهد افتتاح أعمال الدورة الخامسة والعشرين للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية التي تستضيفها مصر على مدى يومين وفي كلمته خلال افتتاح أعمال المجلس قال محمد بودرا رئيس المنظمة العالمية للمدن والحكومات الإفريقية قال إن مصر تبدل المزيد من الجهد لمواجهة التحديات التي تواجه القرى الإفريقية والتي كان آخرها فيروس كورونا بالتعاون مع محافظة القاهرة افتتحت وزارة التنمية المحلية أعمال الدورة الخامسة والعشرين للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية بحضور عدد من المسؤولين الأفريقية أصبحت مصر المقر الرئيسي من دول شمال أفريقيا ومن خلال إن شاء الله المقر ده بإذن الله يعني أنا بأعتبر إن شاء الله يبقى شعاع عمل وتنمية داخل القرى الأفريقية وبلس مش بأفريقيا بس بل في العالم أجمع ليعزز من فرص إطلاق العلاقات والشراكات بيننا لأفاق أرحب وأكبر خاصة ونحن حريسون على أن يكون هذا المقر بنارة علم ومعرفة والية لدعم وتعزيز عملنا الأفريقي المشترك في هذا الاجتماع ستحضر قيادات إفريقيا بجميع الدول إفريقيا ممتلة في هذا المكتب التنفيذي الذي يجتمع في القاهرة لتناول قضايا التنمية المحلية وخاصة تقربة الحكومات المحلية في موضوع مكافحة الجائحة كورونا وكذلك مواضع أخرى تتعلق بالتعمير والإسكان والتنمية المستدامة وخلال الفعالية بحث المشاركون فرص تبادل الخبرات والتجارب وتدارس بعض التحديات بين المدن المصرية والمدن الأفريقية وعلى رأسها مواجهة تداعيات فيروس كورونا بالإضافة إلى مواجهة نمو السكاني والمخلفات الصلبة والتغيرات البيئية وغيرها من الموضوعات المهمة التي ستعود بالنفع على مختلف الدول الأفريقية لخدمة أبناء القارة سيكون فيه افتتاح لمقر المنظمة في شمال أفريقيا في القاهرة باعتبار أن محافظة القاهرة عضو المجلس التنفيذي في المنظمة مؤتمر مهم جدا ويمثل شراكة حقوقية مصرية مع الدول الأفريقية بنتكلم عن تجاوبنا بننقلها الدول الأفريقية بخصوص خصوصا في تطوير الحياة للمواطن المصري الجهود المشتركة لوزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة ساهمت في استضافة القاهرة لمقار إقليم شمال أفريقيا لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية ليكون بمثابة نقطة إشعاع في العمل الأفريقي المشترك أحمد الحسيني التلفزيون المصري